سنة النبوية وحرص النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه أن يجعلهم دائما مهيئين لاستقبال أي ضغط من الضغوط بسبب واحد أنه حينما يعمق فيك التوكل على الله عز وجل والاعتماد عليه وأنك في ملكه وأنك في سلطانه وأنه لن يقضى شيء لما قضاه الله عز وجل ولن يحصل في هذا الكون أمر لم يأذن به الله ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه ثم يذكر له أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك هذا المعنى الإيمان به واستشعاره مرة وثنين المعاني يخذها قاعدة ينساد المعاني لا تكون فاعلة في الإنسان إذا كان يتناساها أو يتجعلها المعاني يجب أن يحدثها من وقت إلى آخر مثل ما نحدث برامج الجوال البرامج الذي لا تحدثه وما يصبح فعال في الجوال يجب أن تستخدمه قال لك أعمل تحديث بعدين يمكن أن تستخدم التطبيق إذا لم يحدث هذه المعاني وهذا معناته أن الكلمات والمواعظ والمعلومات التي نسمعها حتى لو كانت قديمة إذا كانت من باب غرس المعاني فهي نحتاج تكرارها هذا من النوع الذي يحتاج تكراره النفس الآن في وحد يقول والله أخي تنفست كثيرا خلنا توقف اليوم ما فيه هذا تحتاجه باستمرار ويجب أن تكررهم كثيرا الطعام شرب كذلك المعاني هذا المعنى أنه بإبارة أخرى أخذنا مثال دكتور علامو مثلا مع أصابك لم يكن ليخطعك نحن نتعامل مع الأزمة على حالي لما تكون في المستقبل متوقعة ولما تكون حصلت لما تكون قد حصلت دخلت دائرة القدر بالنسبة لك حيث القدر عند الله من أول بالنسبة لك أنت تتعاملها بقانون القدر أنها حدثت لا يمكن تغيرها بما أنك لا يمكن أن تتفاداها ترى لا تقول لو كنتي سويت كذا كان سويت كذا لو أني عملت كذا كلمة لو أني عملت كذا معناها أني كان بإمكاني أن تفادا هذا أمر لا يمكن تكتفدي لما يكون الأمر في المستقبل أنت مكلف شرعا أنت تتفادا وأن تتجنبه وهذا فعل الرسل كان يأخذون الأسباب التي تتجنبهم الهلاك ففر موسى من مصر إلى مدين هذه سنة الأنبياء وبهذه الطريقة هاجر النبي من مكة إلى المدينة حينما أراد قتله واغتياله عليه الصلاة والسلام وفر الصحابة وهاجروا إلى الحبشة فرارا بدينهم الأخذ الأسباب والحيطة لتفادي الأزمات واجب شرعي مع التوكل التوكل أن تدعو الله أن يبارك في السبب إذا وقع الأمر إذا وقع الأمر ما تأتي تقول تبدأ ترجع تراجع الأسباب لا هنا تقول قدر الله ما شاء فعل تدرس الأسباب لشيء واحد حتى تتفاداها لا تتكرر المأساة مرة أخرى ولكن لا تدرس الأسباب لتعول عليها فيما حصل لك خاصة عزو الأسباب إلى النفس أقول بعض الناس يا أخي أنا ضيعت عمري لو أني فعلت مثل فلان وفلان كان وضعي كده كده صدقني لو فعلت مثل فلان وفلان ستصل للنقطة اللي أنت فيها الآن بس هم حيجوا من طريق السير أنت هتجي من طريق الهدى هذا كل ما فهم صحيح بس هذا كل هذا مؤشر هو الاستعداد وتوقع أن ما يصيبني فهو بقدر الله لن يخطئني ولكنه وين يصيبني أليس بقدره فهو أيضا في دائرة اللطف والعناية والرعاية اللطف هو شو أنا ما جعل وقته الله اللطف ما هو اللطف يا سادة شيء خفي خارج الحسابات خارج الحسابات يتسلل بين الشقوق فيوصل رحمة الله إلى من أراد الله أن يصيبه برحمته فإن الله ما ينزل الله من رحمة فلا ممسك لا حق طيب النوع الثاني أو المؤشر الثاني بعد أن تأتي هناك مؤشر على مستوى الشعور على مستوى النفس تضخيم المسألة كما ذكرت قبل قليل اجعل من حبكم جاءت الشريعة بتعليمنا كيف نخفف الإحساس بالأزمة ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا إن يمسسكم قارحهم فقد ما استلقوا من قارحهم مثله في كل الآيتين يبين لك أن ترى ويأتي خبابي للنبي قال والله لقد كان يؤتى بمن قبلكم فيشقوا بالمنشاء من شهر النصفين وإلى آخره يبين له حجم المأساة الكبر اللي كانت تحصل لمن قبلكم وما ثنهم ذلك عن دينهم فهي خف الإحساس بالمسألة هذه المواسأة التي تطرب من المسلم المسلم خف الإحساس بالأزمة إذا كنت ممن يضخم الإحساس بالأزمة أنت تعرف شيء قاعد تسوي أنت جالس تغلق على كل خبراتك في الداخل خبراتك في الداخل تستخدمها في معالجة الأزمة فلاحظت التوتر يغلق على مستودع الخبرة فتعالج الأزمة تقابل الأزمة وخبراتك بره مفصولة بعيدة عنك يعني روه إذا كان عمرك 40 سنة يفترض أن خبراتك 40 سنة لما تكون متوتر بسبب تضخيم الأزمة تحجب عنك الخبرات فتباشر الأزمة بخبرة 10 سنوات 15 سنة ما تباشر وتتصرف تصرفات يعني أبسط واحد يقول لك شو قاعد تسويه لأنه خبراته متاح وخارج الدائرة مجرد ما يذهب عنك الاختناق هذا ويذهب عنك التوتر تقول يا أخي لو سويت كذا لو قلت كذا تجد الحلول ساهلة وبسيطة بس حجبت عنك هذا مؤشر على مستوى الشعور أيضا المؤشر الآخر على مستوى اللفظ الذين إذن صابتهم سبدا قالوا إنا لله وإنا لله رجعون ولما جاء المرأة قال اتقي الله واصبري قالت يليك عني فإنك لم تصب مثل مصيبتي فلما أخبرها أن الرسول قال إني أصبر احتسم قال إن الصبر إنما الصبر عن الصبر بكماله عند الصدمة الأولى معنى ذلك أن هناك قول يقال في ملاد الله فصبر جميل والله مستعان على ما تصفون مجرد ما سمعك هناك استجابة لفظية استجابة شعورية واستجابة إجرائية هي التي يفكر كما ذكر قبل قليل شط طرق شو الوسائل التي تخفف عني هذه الأزمة ويمكنني أن أن أصل معها إلى إنحاء جيد صحيح يعني بالألفاظ وبالمشاعر وبالسلوكيات تستطيع أن تميز بين شخص يتعامل بشكل إيجابي مع الضغوط وآخر يتعامل بشكل سلبي مع الضغوط ها الدكتور محمد إن سمحتم هل الحلقة فيها ضغوط هل أنا نسوي معاك ضغوط والله حاجة والله أنا العصير أنا بس خلنا نخرج كده شوي عن الضغوط اللي نحن فيها يعني بس كل واحد منكم يأخذ لي الكوب العصير الكوب العصير 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 بس معلش أخذني على قد عقلي كده شوي بس مسكني الكوب